اشتركوا في القناة اللي كانت بطلة امام كمال الشناوي في مسلسل هندو الدكتور نعمان وكانت من اشهر الاطفال اللي في سنها بسبب شقوتها وموهبتها وخفت دمها وقدمت اعمال فنية غير هندو الدكتور نعمان شاركت في فيلم انقاذ ما يمكن انقاذه وانتحار صاحب الشقة وكراكون في الشارع والزيارة الاخيرة وابتعدت ليذا عن الساحة الفنية وهي في طفولتها وسفرت مع اسرتها لامريكا واستكروا هناك وقبل ظهورها مؤخرا قالت انا مش مصدقة ان الجمهور مازال فكرني لحد دلوقتي وانا اساسا لم اشاهد التلفزيون ومش بتفرج على مسلسلات من اصله حتى مسلسل هندو الدكتور نعمان بقال كتير ما تفرجتش عليه بس شرف لي اكيد انكم فكرني وانا بشكركم من قلبي ويتحدثت ليذا عن سبب غيابها وقالت انا سبت مصر سنة تسعة وتمانين ومن وقتها لحد تاريخ النهاردة وانا عايشة في كالفورنيا واشتقت المصر جدا واشتقت لناسها واهلها اشتقت للطعمية اشتقت للأكل المصري الفول البط والملوخية وكل الأكل المصر وحشني وانا حاليا متجوزة ومعايا اتنين توأم وهم مش اطفال دل اطول مني دلوقتي ولما غادرت مصر وسفرت على امريكا كان عمري اتناشر سنة وتجوزت بدري سنة سبعة وتسعين ومن اشتياء المصر فكرت ان ننزل واعيش في مصر ولكن ظروف الحمل منعتني لاني كنت حامل في طفلين وهم اهم شيء في حياتي لان والدتي اتوفت من وانا طفلة صغيرة فكان كل احلامي ان اصبح ام ولما خلفت ما بقيتش افكر في نفسي واصبح هم كل حياتي نيجي بقى للطفلة هدي الخير الله اللي اشتهرت بدور الطفلة بيليا في فيلم العفاريت مع مديحة كامل وعمر دياب والجمهور فضل اكتر من 30 سنة يسأل يا تارى مين هي بنت الفنانة مديحة كامل في فيلم العفاريت طلع بقى الفنانة عماد محرم اللي كان اسمه شامند في الفيلم وكان مستضفينه في برنامج سنة عشرين عشرين تقريبا وقال ان بنت الفنانة مديحة كامل في الفيلم هي بيليا ولكن التصريح ده زعل الكاتبة مجد خير الله اللي هي مؤلفة الفيلم وقالت عماد محرم ده جه صور يومين ومشي وما كانش يعرف السيناريو اصلا وشاف الفيلم زيه زي الجمهور يبقى جاب منين اليقين ده ده مديحة كامل نفسها ما تعرفش لا هي ولا عمر دياب وقالت ان عماد محرم عايز يفجر خبر حصري بعد اكتر من 30 سنة لكن للأسف التصريح في شينك وملوش اي اساس من الصحة وعالتصريحات كنت عملتها انا من 30 سنة وناس كتير سألتني بس سنة ما قلتش لحد ده طبعا لما الفيلم بيتعرض الناس برضو بتفضل متشوقة وبتسأل مين فيهم بنتها ولكن لو هي صرحت يبقى خلاص العنصر التشويقي اتحرق فاعماد محرم رد عليها وقال ان دور لوزة ما كانش مكتوب في الفيلم اصلا وان حسام الدين مصطفى هو اللي اقترح دور لوزة في الفيلم وكان شايف ان الدور ده لو تكتب في السيناريو هيحير المشاهد لما يتفرج على الفيلم وقال لي ايه رأيك قلت له تمام يا استاذ فكرة كويسة جدا قال لمجدة خير الله مؤلفة الفيلم وشرح لها فكرته واقترح عليها انها تخلق دور للوزة فاقتنعت مجد خير الله بفكرة حسام الدين مصطفى وعدلت على السيناريو وعرضته على حسام الدين مصطفى فوجد الدور مكتوب بصورة رائعة وشاركت هدي الخير الله في فيلم مسجل خطر مع عادل امام وصلاح قبيل وشاركت في مسلسلة لالي الحلمية وليه يا دنيا وبعدها تركت التمثيل وتفرغت للدراسة وتخرجت من قسم الاقتصاد من الجامعة الامريكية ودي اخر صورة لها ليجي بقى لسام عاطف فاحبت دور الطفلة المخطوفة لوزة في فيلم العفريت ودي اخر صورة لها بعد ما كبرت ليجي بقى للطفلة احمد عقل فاحبهم اللي في الفيلم اللي كانت نعيمة الصغير بتقول يا فيلسوف الغبرة ده يعتبر اشهر الاطفال اللي مسلوا كان طالع مع سامير صبر في فيلم جحيم تحت الماء وكان طالع ابنه اللي غناله اضحك يا ابو عالي خفيف الدم وايضا مسلسل الغفران مع محمد صروت وزيز البدراوي وحمد غيث وعبد الله محمود وحمد الوزير وشارك في عدد من الافلام والمسلسلات ابتعد عن الفن واكتفى بالشهرة اللي حققها وهو طفل وفضل مهنة الاخراج عن التمثيل وحبها ودي اخر صورة له ليجي بقى للطفلة احمد عزت واشهر ادواره دور الطفل خليل حسن خليل وعالي البدر وهو طفل في مسلسل ليل الحلمية فبقى مطلوب جدا في الاعمال الدرامية الهامة وكان بياخد ادوار رئيسية شارك في مسلسل الوجه الاخر ومسلسل رجل الاقدار والحب واشياء اخرى وعدالة الاسلام وغيرها من الاعمال كما شارك في برامج الاطفال ومسلسل بوجو طمطم وابتعد عن الفن وكان سنه تقريبا 14 او 13 سنة وديه احد الصورة له نيجي بقى عند الطفل شريف ادريس ده برضو من الاطفال اللي كانوا مطلوبين شارك في عدد من الافلام والمسلسلات في منتصف التمانينات واول التسعنات شارك في فيلم المفسدون واسعد اللهم ساءكم كل اتحاد نسائي وشارك في مسلسل ابناء ولكن ومسلسل ارابيسكو وعفرية السيالة وعدد كبير من المسلسلات ولكن هو نزل منشور عبر حسابه الشخصي على الفيسبوك وقال انه اخذ قرار الاعتزال لانه لا يوجد فرص عمل للتمثيل ورغبة الكاستنج ديريكتور في الحصول على نسبة من الاجر وفي سنة 21 شارك في فيلم يوم جميل وشارك ايضا في مسلسل اصر النيل سنة 2021 ودي صورة في اخر ظهور له نيجي بقى عند الطفلة رانيا عاطف اللي لمعت جدا كطفلة ممثلة لما اخترها الفنان الكبير فؤاد المهندس في مسرحية هالة حبيبتي وبعدها عملت مسرحية سيدة الحوش مع اسعاد يونس وشاركت في الجزء التاني والتالت في مسلسل لا للحلمية وغيرها من المسلسلات ثم توقفت وابتعدت عن الساحة الفنية واتجوزت واستقرت ودي اخر صورة ليها نيجي بقى عند الطفل عمر خليل شارك في عدد من المسلسلات زي مسلسل ليلة الاب على فاطمة وهندو الدكتور نعمان ومسلسل الرايا البيضة وابتعد عن التمثيل وبقى يعمل في التدريس الجامعي ودي احدى الصورة ليه نيجي بقى عند الطفلة مياه عصام شاركت في فيلم ناصر ستة وخمسين مع احمد زكي وكانت اسمها هدى بنت جمال عبد الناصر وشاركت في فيلم المهاجر وابتعدت عن الساحة الفنية ولما كبرت اتجوزت واحد من الممثلين الاطفال وايضا كان بيمثل وهو في فترة المراهقة شارك في مسلسل لال الحلمية بدور ناجي السماحي ومسلسل لان اعيش في جلباب ابي بدور عبد الوهاب ابن عبد الغفور البراعي ودي صورة ليهم هما الاتنين نيجي بقى عند مؤمن حسن ونادر حسن ونبيلة حسن التلاتة اخوات خلينا الاول نبدأ بمؤمن حسن اللي اشتهر بدور اشرف في فيلم غرف بيتي ابن سعاد حسني وكان ابن نادية الجندي في خمسة باب ولما كبروا بقى شاب اشتهر بدور خضير ابن سيد كشري المسلسل الشهير لن اعيش في جلباب ابي مع العملاق العظيم نور الشريف وبعدها ابتعد عن الفن فترة طويلة جدا وراح سلطنة عمان واشتغل في مهنة التسويق وسبب انه ابتعد عن الفن انه ما كانش مطلوب لدى المنتجين والمخرجين برغم من نجاحه في دور خضير في المسلسل عبد الغفور البراعي ولكن رؤية المخرجين له شايفينه ان ملامحه طفولية ولا تتناسب مع الادوار الشبابية فسافر بر مصر وابتعد عن الساحة الفنية اكتر من عشرين سنة ولما عاد الى مصر شارك في مسلسل اراهن اعتقال سنة عشرين عشرين وكان له مدخلة مع الفنانة منال سلامة اللي كانت عاملة دور نوفا بنت عبدالغفور البراعي وكانت مراته في المسلسل واخته الكبيرة بقى نبيلة حسن شاركت في مسلسل سنبل بعد المليون ومحمد رسول الله والكعبة المشرفة مسلسل فيلم رقاه مع عفاف شعيب وشاركت في فيلم النمر الاسود والحيدق يفهم وممنوع في مدرسة البنات وتولت منصب مدير المركز القومي لثقافة الطفل سنة 2008 وسنة 2011 وتولت منصب رئيسة قسم التمثيل والاخراج في المعهد العالي للفنون المسرحية وفي نفس الوقت هي أستاذة جمعية ليجي بقى عند أخوهم الأصغر نادر حسن ده ظهر في فيلم العفاريت بس في مشاهد معدودة وشارك أيضا في طفلته في فيلم ثلاثة على الطريق مع محمود عبد العزيز وعيدة رياض ولما أصبح شاب شارك في الجزء السابع من مسلسل يوميات ونيس والصورة دي من آخر ظهور له نيجي بقى عند الطفل رأفة ماهر وده يبقى ابن الفنان ماهر لبيب ووالدته الفنان عواطف تكلة شارك في بعض الأعمال السينمائية والتلفزيونية أيضا ومن أشهر هذه الأعمال دوره في فيلم كراقون في الشارع وكان ابن عاد الإمام ويسرى وشارك أيضا في فيلم البيه البواب كما شارك في مسلسل ماما نور مع الفنانة بوسي ولن يستمر في التمثيل وترك الساحة الفنية واهتم أكتر بالدراسة حتى حصل على بكالريو الصيدلة وبقى يعمل في شركة أدوية في الإمارات وتجوز ومعاه بنتين ودي كانت آخر صورة ليه لو عجبك الفيديو دوس لايك واعمل اشتراك للقناة جورج إبراهيم